نور عبد الرحمن يا أهلا بك هل حديث من حسن إسلام المرء إلى آخر يعني تركوهما لعني هل هذا الحديث حديث صحيح والله هو جميل يعني الحديث في الحقيقة هو موجود في جامع العلوم والحكم ربما يكون حديثا حسنا والله تعالى أعلم وأنا شرحت جامع العلوم والحكم لكن لا تحضرني درجته الآن لكن ربما يكون حديثا حسنا والله تعالى أعلم لكن معناه رائع جميل جدا أنا شرحت هذا الحديث مرات ومرات يعني لكن خلاصة معنى هذا الحديث من حسن إسلام أي من تمام إسلام المرء أي العبد تركه أي ابتعاده عما لا يعود عليه بالخير والنفح ما لا يعنيه ويعنيه أي ما يعود عليه بالخير والنفح والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء والمسلم يهتم بماذا؟ يهتم بما ينفعه نعم سيد يهتم بما يصلحه نعم يهتم بما فيه خير له ولغيره من الناس فهذا من حسن إسلام المرء بل قال بعض السلف من خزلان الله للمرء أن يتكلم فيما لا يعنيه لماذا؟ من خزلان الله إن الإنسان السرصار الذي يتكلم بمناسبة وبغير مناسبة بما ينفع وبما لا ينفع ده في الحقيقة إنسان مخزول لكن الإنسان الموفق المسدد هو الذي يتكلم بكلام يعود عليه وعلى غيره بالخير والنفع رحم الله امرأة قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم هل ما يعني أو ما فهمته الآن من كلام فضيلتكم رد الله عنكم مولانا؟ يعني كان الأمر قاصرا عندنا في أفهامنا أن من حسن إسلام المرء تركوه مالا يعني هذا إنه ما تدخلش في شون غيره هذا ممكن يحتمل نعم لكن بات الأمر مختلفا لديه الآن بعد توضيحكم رد الله عنكم سيدنا وهي قضية لا ده الأمر غير قاصر فقط عند عدم تدخل في شؤون الآخر وإنما بكل كلام آه إن الانشغال بما لا ينفع بأي أمر بفعل أو بقول بفعل وهذا يأخذنا لما أحب أن أسأل عنه الآن يعني الناس مثلا تنشغل بحاجات كتيرة في حياتهم ربما ليست من أساسيات الحياة كثرثرة كثيرا مثلا حول ما يتعلق بكرة القدم صفقات الانتقالات فلان هاياخد كذا فلان عقد وكذا يعني زمان كنا بنشوف المرش ويقول لهم أنتم بخير الحين أصبح الأمر مختلف تماما نادي من عرض كذا ومن الأكثر صفقات ومن وافق ومن رفض ومن رح ومن جه وهكذا هل هذا مقبول من باب المبارك؟ بارك الله تعالى فيك أنا في الحقيقة أنت سألتني في لقاء سابق عن أمر بيع وشراء اللاعبين وقلت أنه المسألة تحولت إلى بيزينس إلى تجارة إلى الصناعة يعني إلى مال نعم وقلنا وهذا ما قاله العلماء والفقاء يعني لا نحول الحياة إلى له نعم وإلى لعب وأنا أرى مما يعني توجه إليه العناية في زمننا هذا الصناعة البناء التعمير ما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنفع لا أن تدفع الملايين والمليارات من أجل اللعب من أجل استجلاب الجماهير من أجل الحصول على كؤوس لا تساوي راتب لاعب في سنة واحدة أو ربما في شهر واحد فأنا أرى في الحقيقة أنه من العناية بالشيء والاهتمام به بل من ألزم اللوازن في زمننا هذا أن تسخر تلك الأموال لما يعود على الأوطان والمواطنين بالخير والنفع والله تعالى يعني الحلقة تأتي في إليه المولانا وأسفة المقاطعة لكن هذا فيما يخص الأندية لكن أنا سيدنا أقصد تحديداً كمان وأسأل أكثر عن متابعة الجماهير وإلا لو لا يعني لو لا انشغال الناس الزايد ما يعني ما عنية الأندية وما شغلت من سهلنا يتحول الأمر في الحقيقة إلى إدمان نعم يعني يسهر ربما الليالي طوال يتابع مباراة كرة قدم في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب يعطل كل أشغاله وأعماله لأن المطرس سيبدأ نعم يترك كل ما لديه من أعمال وواجبات والتزامات لملاحقة فريق ما نعم ده في الحقيقة نوع من أنواع يعني ماذا أقول في الحقيقة لكن قلة الوعي تقديم ما لا يلزم نعم يعني نحن نقول دائماً نوجه عناية السادة المشاهدين اهتمامهم لماذا؟ للعب؟ لا للعمل للجد الصلاة خير من النوم الانشغال بما ينفع نعم والعمل يعني أفضل من الكسل نعم نعم ومن يعني بز عز نعم حياكم الله الدنيا لن تحترمني بكورة الدنيا لن تحترمني بكورة بكورة بلعب نعم نمس أحترم بقوتي الاقتصادية من